طرحت في سلسلة خاصة تاريخ روم الشرقية أو ما تسمى في كتب التاريخ باسم أمبراطورية بيزنطة وخلال نشر الفيديو في وسائل التواصل وصلني سؤال عن أصل عبارة الجدل البيزنطي ولهذا قررت نشر هذه الحلقة والتي تجيب عن هذا السؤال مصطلح الجدل البيزنطي يقصد به النقاش الذي لا طائل منه وهو النقاش الذي يكون بين الطرفين دون أن يقنع أحدهم الآخر ودون أن يتنازل أي منهم عن وجهة نظرة أما عن سبب نسب هذا النوع من الجدل لبيزنطة فيعود للقرن السابع الميلادي وبالتحديد في العاصمة البيزنطية القسطنطينية في كلامنا عن إمبراطورية روم الشرقية أو بيزنطة تعرفنا على أن الشعب وحكام الإمبراطورية قاموا بنقاشات عقائدية مختلفة منها أهمية استخدام الصور والتماثيل في كنائس البدينة وهذه النقاشات انتقلت حتى بين الشعب العادي فكان المواطنين في بيزنطة في مجالسهم يناقشون الجدل اللاهودي حول عقيدة المسيحيين وبالتحديد الثالوث وطبيعة الآب والمسيح عليه السلام وفي عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني شهدت القسطنطينية على خلاف واسع بين الأرثودوكس والمونوليكية والذين كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان ولهذا أعلن قسطنطين الثاني ما سمي بقانون قسطنطين بمنع النقاش حول طبيعة المسيح عليه السلام رغم هذا المنع استمر النقاش بين أهل الدين وحتى العامة في كل المجالس فكان الجميع يناقش هذا الجدل مهما كان الاختلاف الاجتماعي أو الفكري قانون قسطنطين الثاني كان في عام 648 القانون فرض عقوبات مختلفة على كل من يخالفه ومنذ أسطار القانون طرد مجموعة من القساوس والرهباء من الكنيسة وفصل عدد من موظفو الدولة من وظائفهم وتم مصادرة الأملاك لبعض العامة وحتى أنه وصل الأمر للعقاب البدني رغم كل هذا استمر الجدل الديني حتى القرن الخامس عشر قيل أنه عند سقوط القسطنطينية في القرن الخامس عشر وبينما كان العثمانيون يحاصرون القسطنطينية كان مجلس الشيوخ في المدينة يناقش أمور فقهية لاهوتية لا أهمية لها مثل جنس الملائكة وحجم إبليس بل قيل بأن النقاش استمر حتى مع دخول جيش محمد الثاني لأسوار المدينة يقسم الجدل البيزنطي في تاريخ بيزنطة لمرحلتين الأولى كانت في القرن السابع وفيها كان النقاش عن ما هي المسيح عليه السلام لكن الأمر تطور في القرن الثامن والتاسع الميلادي يتحول الأمر لنزاع عسكري بسبب النقاش حول أهمية وقدسية استخدام الصور والتماثيل في الكنائس المسيحية أول عملية تحطيم للكنائس والصور في بيزنطة كانت بين عوام 726 حتى 787 والمرحلة الثانية كانت بين عوام 814 حتى 842 ميلادية البداية كانت بإعلان الإمبراطور ليو الثالث عن تدمير الصور والتماثيل في الكنائس في بيزنطة يعتقد بأن تحطيم الأصنام والصور كان لأسباب سياسية إضافة لأسباب دينية وقد حمل محطمون الأصنام في القسطنطينية اسم إيكيون فيلس وهو مصطلح ظهر في تاريخ بيزنطة بعد انهيار الإمبراطورية وبالتحديد في القرن السابع عشر وتحدثت عن تاريخ هذا النقاش الديني في بيزنطة في سلسلة تاريخ بيزنطة النقاشات الدينية في بيزنطة ساهمت في فصل الكنيسة الشرقية وابتعادها أكثر عن الكنيسة الغربية في روما وكان الأباطر البيزنطيين يشاركون الأساقف أحيانا في نقاشات دينية عميقة ولهذا فهذه النقاشات كانت منتشرة بين كل طبقات المجتمع وحتى غير المتعلمين ومن هنا جاء مسمى الجدل البيزنطي حيث أن النقاش الذي استمر لما يقارب السبعمائة عام لم ينتج منه أي نتاج حقيقي ولم يقنع أي طرف الآخر برأيه شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة